في إطار الجهود والإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا أطلقت جمعية صامدون رغم الجراح وتحت رعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص حملة بعنوان وقايتنا بأيدينا والتي تضمنت توزيع 180 حقيبة تحتوي على مواد معاقمة وبعض الأدوية على أسر الشهداء والجرحة في قرى خربة غازي والصيادة وزيت البحر بريف حمص الغربي حبينا نشارك بمبادرة وقايتنا بأيدينا مجموعة من المعاقمات مجموعة من الأدوية مجموعة من الفيتامينات الممكن ترفع المناعة الشيء اللي بيلزم للأسرة بهذا الظرف بهذا الوقت وحملتنا ما رح تستهدف عشرات القرى طالما في مؤسسات مجتمع مدني وأطباء عم يدعمونا حاليا نحطين خطة نبقى أسبوع بريف حمص الغربي عم نوزع سلة الصحية هي عبارة عن معاقمات بالإضافة الأدوية عامة لأسر الشهداء والجرحة أهالي الشهداء والجرحة عبروا عن شكرهم للقائمين على هذه الحملة واهتمامهم بصحتهم وبتابعتهم الدائمة والبستمرة نشكر جمعية صامدون رغم الجراح للفت الكريمي زارونا متشكرين جمعية صامدون وجابونا مجموعة من المعاقمات جمعية صامدون عطيتنا شوية معاقمات وأدوية ونشكر هذه الجمعية وبتشكر جمعية صامدون قدمونا تنظيفات ومعاقمات والله يحمي الجيش والشهداء الله يرحمهم جمعية صامدون سلمونا حقبة أدوية ونشكرهم تأتي هذه الحملة استجابة لخطة الحكومة للتصدي لفيروس كورونا والحد من إمكانية انتشاره والتي تتطلب جهودا متضافرة وتعاونا بين الجميع سيما أن هذه الحملة مستمرة بدعم الجمعية والأياد البيضاء في محافظة حمص من قرى وبلدات رفي حمص الغربي شيرين العلي الإخبارية السورية